سوز أحمد بداية الدول من وجهة نظرك هو يعني كل الحاجات اللي ممكن تقول عليها انها تتعمل صح في حاجات تتعمل الصح وفي حاجات تتعمل الغض يعني أبدا من التحكيم يعني خلنا نقول معلومات على طول أولا قصة محمد معروف والسراميك الواترة والزكري الوردي واللي حصل كلنا أجمعنا انه ده انظار تاني سواء محلين فنيين نقاط محلين حكام طب الرجل هحصل معا ايه؟ المفروض ان الرجل فيه اتجاه لإقافه طب مين اللي عينه؟ الكابتن أحمد أول علا اللي عينه طب كلاتنبرج هو اللي بعين؟ لا ما يعرفش حاجة عن التعينات كابتن أحمد أول علا بس عشان نستبعى عرف انه هو مدي للجنة بالضبط كده هما فيه مفروض انه فيه لجنة ثلاثية فيها الكابتن محمد فاروق فيها الكابتن أحمد أول علا فيها الكابتن تامر دوري فاللي عينه كابتن أحمد أول علا طب ليه لجنة ثلاثية؟ لأن كلاتنبرج الراجل مشكوراً اتفع مع كابتن حزم إمام أنه هو هياخد أجازة بدون مرتب عشان هيحل الكاس العالم فقال له طب هتوفر مرتب الشهر عشان يروحك للحل الكاس العالم اللي احنا نلعب فيه أربع جولات فرجل مش موجود أصلاً في الفترة دي ده رقم واحد طب رقم اتنين كلاتنبرج هيقول ايه المفاجأة لكلاتنبرج في الفيديوهات اللي انت شفتوها في الفيديوهين اللي عملهم قال الحكم زي يسرى ما قالت كده تمشي وكده تمشي هتقول قرار أنا همشي معاك فيه هتقول عكسه أنا همشي معاك فيه همشي معاك في أي حاجة فيها جدل ده ده اللي حصل في كرة زيزو في مانش نسموحها هو قال ان اللي قلت في وضعات طبيعي وان ندر أمر الدولة كان محقاً وان حسام عزب حكم الفيديو مكانش محق بعض الحكام سافوا الكلام ويندهشوا وبدون ذكرى اسمها حكم دول كبير قال أنا اللي موجود في الكرة دي هحسبها بلن يعني هحسبها بلن وانا عارف ان كلاتنبرج همشي معاك في القرار طب هنسمع بقى الفيديو بتاع كلاتنبرج اللي جاي بقى هل هتوافق مع محمد معروف ويني قراره كان صحيح وانه هو ما يديش انذار تاني على لعبة متكررة واللي هيعمل ايه ده اللي احنا منتظرين للفيديو خاصة ان فيه قرار بالفعل مش للإقاف الطويل لا على الاقل بجولة جاية مش موجود فيها اعتقد انها بالإقاف طويل يعني ما هو انت عندك عشان عندك خطأ كاريسي خطأ كاريسي ما هو واصل في نتيجة المباراة ما انا بقولك انه بقولك انه همشي مع الحكم هنا لا 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 ما اعتقدش ما اعتقدش دي واضحة اوي يعني اه ما انا بقولك هو واضحة اوي يعني هنشوف القصة ايه تمام قولت ان الجزوي اجويره النهاردة اصدامش خطأ تحكيم